تحتوي بعض الفطر في عائلة غشاء البكارة على المهلوسات مثل السيلوسيب المحب للروس حياكم الله متتبعي قناتنا الكرام أينما كنتم أتمنى أن تكونوا بخير وبسلامة وصحة جيدة اضغطوا على أعجبني فضلا منكم وليس أمراق وحرقوا الجرسيس لكم كل جديد واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل يسمى هذا السنفو فطريات غشاء المعداق وهي نوع من الفطريات البنية المنتشرة في الغابات وهي سيئة الصمع والمسمات بغالرين القاتلة لكونها تعد أحد أكثر الأمراض فتكا وعادة ما تؤدي إلى الوفاة في غضون سبع أيام بسبب تلافي الكبيد الحاد والفشل الكلوي الذي تتسبب به ماذا تعرف عن فطريات المعداق؟ ما هي الأسباب التي تؤدي لها وما هي أعراضها وكيف يتم العلاجها؟ سوف نتحدث في هذا الفيديو عن أهم المعلومات حول فطريات المعداق عادة ما تتواجد الفطريات المعداق بأعداد قليلة لكن نتيجة لأسباب وظروف معينة قد تتكاثر فطريات المعداق لتشكل خطر على الشخص فما هي هذه الأسباب؟ الأسباب التي تؤدي للإصابة بفطريات المعداق هناك عدة أسباب قد تؤدي لتكاثر الفطريات في المعداق سندكر بعض منها فيما يأتي أولا إساءة استخدام المضادات الحيوية يتم صرف المضادات الحيوية غالبا بدون وصفة طبية لذلك يتم استخدامها بكترة فالكثير لا يعلمون أن هناك بكتيريا جيدة في الجسم تساعده في الحفاظ على عدد الميكروبات داخل الجسم متوازنا ومن دمنها الفطريات ويقوم المضاد الحيوي بقتل هذه البكتيريا الجيدة مما يتيح الفرصة لزيادة تكاثر الفطريات في المعداق لذا يجب أخذ أسباب الحيطة والحضر في استخدام المضادات الحيوية ثانيا اضطرابات في جهاز الهدمي بعد أمراض الجهاز الهدمي قد تزيد من الإصابة بفطريات المعداق سندكر بعض منها فيما يأتي أولا أمراض القولون ثانيا قرحة المعداق قد تتسبب بفطريات المعداق ثالثا اتهاب الأمعاء هو أحد الأمراض المزمينة التي قد تسبب اتهاب الأمعاء والإصابة بفطريات المعداق ثالثا بعد الأمراض التي تضعف الجهاز المناعي في حال أصبح الجهاز المناعي ضعيفا يصبح الجسم عرضة للإصابة بتكاثر الفطريات في المعداق وقد يدعف جهاز مناعة نتيجة عدة أسباب نذكر منها فيما يأتي أولا الإصابة توقب مرض نقص المناعة المكتسبة ثانيا بعد أنواع السرطان في حالة ضعف جهاز المناعة لا يقوى الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض التي قد يتعرض لها رابعا أسباب أخرى قد تتكاتر الفطريات في المعدة والجهاز هدمي بالتزامن مع التعرض الآتي الإصابة بمرض السكري التعرض للضغط العصبي التدخين ليست هذه الأسباب وحزف فقد يقود لإكتار من شرب الكحول أو استخدام الخاطئ لبعض الأعشاب إلى الإصابة بفطريات المعدة الأعراض المصاحبة لفطريات المعدة هناك بعض الأعراض المصاحبة للإصابة بفطريات المعدة نتكر فيما يأتي بعض منها لون البراز أسود داكن وفي ذلك قد يكون دلالة على نزيف في الجهاز العلوي من جهاز الهدمي إسهال قيئ حمى تتشابه الأعراض المصاحبة بفطريات المعدة بغض النظر عن نوع الفطريات المسببة لذلك علاج فطريات المعدة في حالة أثبتت وجود الفطريات في المعدة يقوم الطبيب بوصف مضادات لهذه الفطريات لكن يجب عليك أن تعرف أن المضادات الفطريات أعراض جانبية قد تتشابه مع بعض الأعراض المصاحبة للإصابة بالفطريات مثل الإسهال والغتيان الوقاية من فطريات المعدة دائماً وأبداً الوقاية خير من العلاج فاتباع الإجراءات الآتية قد يساعد في الوقاية من التكاتر الفطريات المعدة الابتعاد عن العطعم السكرية التوقف عن التدخين لاستخدام المضاد الحيوي في حالة الحاجة إليه فقط والتعلم أخي كريم وأختي الكريمة أن الفطريات ليست نباتات ولكن في مملكة خاصة بهم في الواقع هم أكثر ارتباطاً بالحيوانات أكثر من ارتباطهم بالنباتات الفطر المألوف هو مجرد الجسم الثمر للفطر أي ما يعادل الزهر على النبات الجسم الرئيسي للفطر عبارة عن شبكة من الخيوط إما تحت الأرض أو داخل النبات أو الحيوان الذي يصطدفه هناك تنوع هائل من الأقواس الكبيرة والفطر الملون إلى الصداء والعفن الأكثر دقة وتحتوي بعض الفطر في عالة غشاء البكارة على المهلوسات مثل السيروسيب المحب للروت والتي يمكن أن تسبب الهلوسة عند تناولها هناك أيضاً عدد قليل من الفطر السام المميد في هذه الأقلاق مثل الهامش الفوليوتا والعديد من متجانسات والتي يمكن أن تسبب ألم حاداً في البطن والإسهار والقيئ ويمكن أن تستمر هذه الأعراض من 6 إلى 9 ساعات بالإضافة إلى هذه الأعراض يمكن أن تؤثر السمو بشدة على الكابيد البشري وتسبب نزيف الجهاز الهضامي والغيبوب والفشل الكلوي وحتى الموت تظهر هذه الأعراض عادة في غضون 7 أيام بعد الاستهلاق هناك أيضاً العديد من الفطر السام في هذه العائلة والتي لا يجب عليك جمعها أو تناولها عند العطور عليها إذا شعرت بعدم الراحة بعد الابتلاع فاطلب المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن بعض الخصائص لهذه النبتة هذه الفطريات هي عائلة من الفطريات في الترتيب أغاري كاليس مع كل من أجسام الفاكهة على شكل غارق وكاذب كم عدد الأجناس الموجودة يوجد 22 جنساً حياً مع حوالي 1631 نوعاً حياً ما هو حجمه؟ يمكن أن يصل الغطاء نصف الكروي إلى قطر 6 سنتيمتر طعمه مرير جداً على الرغم من أنه ليس مراً عند طهيه لكنه لا يزال ساماً حتى ولو تم طبقه وكتنبيه لا يمكن استخدام الملاحدات حول المحتوى كأساس لتناول أو لمس أي فطر قد تكون بعض الفطريات سامة جداً لداء إحرس على شراء الفطريات صالحة لللمس وقابلة للأكل وقبل الختام أريد أن أسألكم هل توجد هذه الفطرة في بلدكم وما تسمونها بلهجتكم وأكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء آخر إن شاء الله بحول الله وقوته ترجمة نانسي قنقش